السلام عليكم ورحمة الله أمطار غزيرة الحمد لله على هذه النعمة الكبيرة فيضانات الأودية وهذا الواد الذي نشاهده من وداية تيبازا للضبط يتجه نحو سد بوكردان طبعا سد بوكردان غير معروف النسبة الحالية التي ارتفع بها لكن المياه ما زالت تتوافد إليه وسنعرف النسبة لاحقا الحمد لله فيضانات الأودية كذلك بالنسبة لست شحاف في ولاية بجاية طبعا السد مؤخرا إلى غاية اليوم إخواني 19 من ديسمبر 2023 سد شحاف اكتسب واحد مليون متر مكعب أي كتخزين إضافي سد شحاف وصله مليون متر مكعب من المياه إلى غاية اليوم 19 ديسمبر 2023 سد زرداز الذي شهد امتلاء كولي في 25 نوفمبر وكذلك سد إغزر أوفتيس في بجاية امتلاء كولي أيضا أما بالنسبة لست تابلوت في ولاية جيجل فتقريبا هذا السد ممتلئ كليا ففي أواخر شهر نوفمبر تم تفرغه من الكميات الزائدة من المياه والحمد لله على هذه النعمة الكبيرة أي أن سد تابلوت في ولاية جيجل سد ممتلئ تقريبا 100% أما بالنسبة لسد الشافية فوصلتنا هذه الصور طبعا الأخيرة التي حصلنا عليها السد ارتفع ارتفاعا طفيفا لكن للأسف النسبة غير معروفة حاليا أما بالنسبة لسد بوحمدان في ولاية جيجل ما ارتفع بأكثر من 10 ملايين متر مكعب إضافية لاحظ في الدائرة الحمراء تعود لثلاثين أوت أما هنا 25 نوفمبر شهد تقريبا يعني تكاد تغمر بالمياه الحمد لله على هذه النعمة العظيمة يعني اختلاف كبير بين الأشهر الماضية وخلال هذا الشهر ما زال الخير قادم إن شاء الله